السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض برنامج مايكرو بيت ده عشان تبرمج الوحة الماثربوردية. ودي بتراسة على جدا ووسيطة. طيب خلينا نبدأ مع بعض. هقول له اول ما نضغط على الازرار. تمام? هقول له ان انا هنا هضغط على زر ايه. خلينا اقول له كوبي. وقول له دي لما اضغط على بي. وقول له ان انا عايز برضو لما اضغط على ايه و بي مع بعض. ممكن تاخده بتاني او كوب بيست اهه. طيب عايزين نخلي فيه معين. فهاجي هنا في وقول له اعمل لي وهنسميه مثلا ممكن نمبر وان مثلا. نمبر وان او نمبر ايه زي ما انت عايز. وهعمل باريابل تاني وسميه نمبر دو. يبقى انا كده عندي متغير ايه. طيب هنا البطن لما اضغط هنا يبدأ ان هو يزود رقم معين. فهقول له اعمل لي المتغير دوه. بمقدار واحد. وقول له ازهر لي بعد كده الرقم دوه. ازهر لي الرقم دوه. طيب هاخد بالمتغير اللي هو اسمه نمبر وان دوت واحطه هنا. هنا هقول له نمبر وان. وده هيبقى نمبر دو. وشو سترينج. هيبقى نمبر دو برده. طيب خلينا نشغل. او ندوس واحد زهر واحد. ولما دوس تاني يزهر اثنين. ولما دوس هنا ايه بقى واحد واثنين. طيب انا عايز اخد المجموع بتاعهم. فهقول له ان انا عايز ازهر لي المجموع بتاع الاثنين. فهقول له شو سترينج. اهو. وعايز اقول له اجمع. فيخش بقى في المعملات الحسابية. اهو. وقول له ان انا عايز لعملية الجامعة. وده هيبقى نمبر وان. ونمبر دو. طيب يلا نجرب بنا. طيب لما اقول له هنا ابدأ. واقول له ده واحد اثنين. طيب وهنا واحد اثنين. مجموحهم بقى اربعة. طيب وكده تلاتة. وده تلاتة اربعة. مجموحهم يبدأ يجيب لي سبعة. فكده بدأل نعمل عملية الحسابات على البوردة نفسها. ممكن نحسن الكود ده من خلال هقول له ست نمبر وان بزيرو. وممكن حتى نحطها هنا كده. تمام? اجمعها. بس ما يفعش نحطها قبل شو. لا بعد ما خلص شو. هي اوتوماتك هتخلي المتغير الاولاني بزيرو والمتغير التاني بزيرو. يلا نجرب اهو. ده واحد وده واحد. هتجمعهم. خلاص. لما تجي تدوز بعد كده هتبدا من الواحد خالص لان خلاص احنا صفرنا الحاجات. طيب خلينا بالمرة نضيف ميوزيك هتجي هنا وتقول له انا عايز تون معينة تشتغل. بالشكل دوت. ويمكن برضو ميوزيك. وتختار بقى ديت الميلو دي. وتجي هنا تختار النغمات اللي انت عايزة. 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 تختار النهان من همة. تختار النغمات اللي انت عايزة.